سلام بنات كيف دا يريد لبس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا بنات في هذا الفيديو انا عطاكم واحد الوصفة يعني واحد الحلوة كتجي غزالة يا البنات غزالة بزاف واحد الماداق يعني خيالي هي بقلاوة تركيا بلمسة مغربية كتجي البنات يعني وخمضل نشكرا عليكم ما نقدرش نوصل لكم يعني ذاك الماداق ديال هاد البقلاوة هادي كتجي البنات خطيرة واللي عجبني في هالبنات انني اول مرة يعني كندير هاد البقلاوة هادي اول تعاملية مع لاباتفيلو اول تجريبة يعني اول نهار كندير فيها هاد البقلاوة هي دابة وخرجت هالبنات كأنها يعني كتخرج بحل دارها شي محترف هادشي علاش البنات غاد ينصحكم انكم تجربوها يعني سواء يعني البنات ولا السيداتكة لما كتصدقش لهم الحلوة اولي سيبغو يجربو الحلوة وتيخافو واش غا تصدقو لما غا تصدقش فكونوا اكيدين البنات انها هتصدق لكم مليون في المية غمضوا عويناتكم وديروها ارا غادي تعجبكم وغادي تعجبك هالناس اللي ضايرين بكم يعني اللي ضاقها غادي يقول لكم تبارك الله عليكم لانها فعلا البنات خيال فبالنسبة لهذا البقلاوة يعني المقادير ديالها ابساط عدنا هنا الباطفيلو اللي هي اللبازو هي الاساس ديال هاد الوصفة وعدنا اللوز بالنسبة للوز كاس قدروا يعني كاس قدروا تديروا اي كمية بغيتو واي حاجة عندكم يعني ما تقيج هاد الوصفة نهائيا لبنات بالمقادير يعني اللوز الحسب انتو ما بيتوتكترو بيتوتقلو والتي ميزة انه تنقدروا اننا نقتاصدو من اللوز يعني مثلا نستعملوا واحدة الكيمية قليلة يعني كاس قدروا لبنات ديروا الكيمية اللي بغيتو تحكموا فيها وخاري شوية ديال اللوز كاس قدروا انكم تقدروا بهذا البقلاوة هادي ايضا كاس قدروا انكم تعوضوا هاد الوز بالكوكو وبالتالي غادي جي اقتصاد ديالبنات بزاف فبالنسبة للمقادر كما قدت لكم عدنا الباطفيلو وعدنا اللوز عدنا العسل بالنسبة ليا البنات هنا يعني كتجربة اولى جبت اللوز يعني جبت هذا كليرخيص العسل تهوى جبتو رخيص يعني هاد العسل اللي تيكون كيلو تقريبا تلاتة وعشرين درهم وجبت هنا يا واحد مئتين قرام تقريبا ديال الزبدة فاول حاجة يا البنات بالنسبة لهاد لاباتفيلو بالنسبة لهاد لاباتفيلو البنات هي اللي فيها نوعا ما شوية دلخدمة يعني مش الخدمة نخدموها وإنما غير أنا نحطاطو معها لانها يعني حساسة فخاجل بزاف غير تتقطع تالي غير بغى منا شوية ديال الخطر يعني نهسوها بشوية ونرجعوها يعني مليتين نهسو مثلا دوكلوري قاتباش غادي نخدمو هذيك الأخرى تنرجعوها كما كانت في البلاستيك ديالها ناخدو واحد لمين ديل تنفزقوه شوية بالماء وتنلويه فيه وتنحطوه فقط غير نشطو معها شوية ديال الخطر في الأول فطيقوني البنات ركاد صدق مليون في المية فبالنسبة للبنات الطريقة السهلة بزاف عدنا اللوز هنا غادي نسلقوه ومبعد نفسخوه ومبعد غادي نقليوه يعني عادي جدا بالنسبة للبنات من لسبة قليوها البنات دائما يعني اللوز قليوه في زيتكم باردة صاف البنات هنا من اللي فسخنا اللوز ديالنا وقليناه كنحطوه يعني باش نشف من بعد كنتحنوه يعني ماشي كنتحنوه تكيو اللي يعني بودر فقط يعني كيبقى مهرمش كيبقى اللوز شي شوية باين صافي كان ناخده كنزيدو لي واحد معلقة صغيرة ديال القرفة وعدنا انا نزلت جوج معلقة ديال لاسل بالنسبة للتحلية كتبقى اختيارية لانهو في الاخر كنزيدو العسل فمن الاحسن ندروا معلقة احسن جوج هنا البنات كتقدر تزيدو مزهر انا ما زلتوش ما كانش عندي فكتافيت بالقرفة وزوج معلقة ديال لاسل وجدتها البنات تيقوني جات واهرة بزاف صافة البنات هنخلط اللوز ديالي معلقة سل مع القرفة من بعد كنناخد جوج ورقات في هاد لاباتفيلو كنحطو يعني جوج ورقات كنحطو كما قلت لكم ويرزوها بشوية لانها ضغية كتقطع وحتى لاجبلات قطعت لكم كتاخدو وحدة يعني تكون صاينة ما مقطعش من تحت وهدي كليم القطعة كتحطوها فوق منها هكا كتقدوها وخاك يكونوا طريفات من قطعين صغر من بعد كننوها مزيان البنات بالزبدة لانها ضغية كتنشف يعني المشكل دي هاد هاد لابات انا كتنشف ضغية يعني نخدمو بها جوج لي كان نخدمو بهم نخدمو بهم نهرهم بالزبدة والاخرين من احسن نغطوهم كيف قلت لكم تكزيفوا شوية فاز قبل ما ونلويه في ذيك البلاستيك ونحطوها في ضوبي حسن بغيو ثانيا نخدمو به صاف البلاست هنا من بعد ما فرشت هاد جوج وريقات كننوهم زيان هكا بزبدة ذيبة من بعد كنناخد واحد لعصة يعني هنا نخديت غير عصة عادية لويت عليها بلاستيك كتقدو تتخدو هادوك وتاخدو اي حاجة يعني غير هادوك الديل بغوشيت كتجمعوهم واحد من ياكا وتتديرو لهم سلوفا وتتخدمو بهم اي او اي عصة البلاست من بعد كننحطو اللوز هكا يعني اللوز كيبقى اختياري البنات تقدروا بزاف تقدروا تقدروا شوية انا هنا كترتو يعني كتقدروا انكم تستعملوا قدم ما بغيتو كننحطوها البنات بهذا شكل هكا سوف يكلو البنات حتى نصلوا الطرف هاد البلاست بالنسبة البنات هاد لهاد لوز كتقدروا انكم مثلا هكا بلما تحطو ترشو من الفوق لانه الاصل ديال البقلاوة يعني التركيين كانوا يعني التركيين تيفرشوا تيديهن هكا وتيرشو الفستق او البيستاش من الفوق هكا البنات كتكون اقتصاد اكتر من هالطريقة هادي يعني تيبقى لكم البنات الاختيار كتقدروا ترشو تطلع لكم هكا اقل تشد لكم كمية اللوز قل و حساب الطريقة البنات كتقدروا انكم تديروا غير الكيمية قليلة ديال اللوز صاف البنات كيف قلوها حساب الاخر العجين ديالنا صاف البنات مالي كنسلي هاد اللابات ديالنا ككلوها فكنشد اطراف ديالها او لحساب من الوسط مشي مشكل امو غير نجمع تكمش لنا بشكل خامي كي تكون لجمعناها كنجمعها بشكل على ديكور ديال البقلاوة المعتمدة تقطع لكم البنات حاولوا تقدوها يعني غير يديكم و الدهن كشي طاوة بالزبدة انا صراحة كانت عندي واحد اللاطة شوية كبيرة على هادي و كانت عندي صغيرة يعني نورمال خاصة شي وحدة تكون كبرة شوية من هذه لأن هذه بحالة دات لي كمية البقلاوة إذا كان تكبر من هذه فهذا سوف تخرج لي واحد الكوانتيتي لها كثيرة من هذه لن تكون قطعة فبالتالي البنات انا ازيارتها تتبغي تزيار شوية باش تحفظ لك يعني على ذلك الشكل تمام وجد اللاطة صف البنات كان مستمر هناك حتى كنس لوقاع لابات لدينا هنا خرجت لها تقريبا واحد ستائي كل مرة ندير وشجو ورقات سوف هناك ندهنها بشوية الزبدة من الفوق سوف البنات قطعوها تقطيع كي يبقى اختيار يعني قطعو ديمورس والتي يكون صغار والمتص والكبر المهم البنات كل مرة أنتم ما تقدوها أكيد ستبتكروا في هذه البنات قطعت ودخلت الفران يعني الفران عادي شعل من تحت ومن الفوق الحرارة معتادة تقريبا 180 درجة ندخل البنات حتى تحمر كامل وتنخرج الوقت نخرج ويسخون نسقي العسل العسل يبقى اختياري أنا مكتر العسل بزاف وصار حاجات فيها الحلوية تغزال البنات وزينتها باللوز المهم اللي بغيت نوصل لكم ان هاد البقلا وهادي كتجي البنات وعرة بزاف واللي مهم اكتر انها كتصدق فجربوا البنات على حساب وانتم عوينتكم غمضين جربوا ها تصدق لكم مليون في المياه كانت من البنات انكم تجربوا هاد البقلا وهادي خصوصا يعني في الطبيلة دي لرمضان كان قدروا نعوضوا بها البريوات دي اللوز فهي كتجي كتجي وعرة البنات كتجي خطيرة يعني مبقى نقول لكم كتجي وعرة فعلا البنات كتجي واحد المداق له وراقي كنتمنى لفديو تجيبكم نتلقوا في الفيديو الجاية ان شاء الله وبسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة